كأن هذا الأمر محتاج أننا نسأل فسنت عن الأهل مش محتاجة لتروه ونبص في الورق وبعدين هي النهاردة كمان جايبة ورق جديدة أحمر مش مثلا ورق عادي فالنهاردة قررنا أن احنا هنمشي بالترتيب بلاد هنمشي بترتيب كويس فسنت إزايك عامل إيه أعلا بيك يا عمر بلاد هنمشي بترتيب كويس فسنت إزايك عامل إيه كل سمع طيبة وانت طيب ومشاهدينك طيبين والدنيا ومصر كلها طيبة وبخير يا رب اكيد الموضوع ده عملك حدوتة مشكلة انه طبعا لما في حاجات حصلت وده السوريسية تقول كذا كذا يعني ناس كتير ابتدت يعني تجري وراتي تفضل كلها توقعات السنة دي وبتاع ناس كتير بقى كلمتك وقالتلك اه انت قلت ترامب مش حكسب انت قلت لا لا يا غ ممكن حاجة تثبت وحاجة تطلع غلط هي صدفة بس انه السنة اللي فاتت حاجات كتيرة انا نفسي ببقى مش متأكدة منها انا ما يفعش اكون متأكدة من حاجة ما يفعش ده يبقى هو ده لا ممكن حاجة تثبت وحاجة تطلع غلط هي صدفة بس انه السنة اللي فاتت حاجات كتيرة فعلا زي ما انت لسه قايلت لا تصح انت الوحيدة اللي توقعت المصيبة يعني اقصد الكارثة اقصد الوضع اللي احنا في الوضع اللي احنا في درس كلنا تعلمناه يعني خلانا فوقنا كده سنة اللي فاتت في عشرين عشرين أكتر حاجة كلنا فوقنا عليها إنه لا الفلوس ولا الدهب ولا العربية ولا البيت ولا أي حاجة مادية لها قيمة القيمة الوحيدة اللي كنا كلنا متشعبطين فيها شوية الصحة اللي ملهمش تمن شوية صحة بس طيب برضو باختصار عشان نصرح للناس إحنا لما بنبص في الطرودة بنشوف إيه يعني عشان ناس برضو تفهم الميثيدولوجي أو طريقة الطرودة إيه الطرود دول 78 كارت ليهم أشكال ورموز ومشاهد عادية جدا زي الصور لما بتتجمع مع بعضها بتطور الطبيعي اللي وصله دلوقتي أنا الرموز دي أنا درستها علم السيمبولوجي أو علم الرمز فالرموز أنا بفصطرها عارفة معناها لما بتتحط جنب بعض بيبقى لها معنا زي اللغة زي أي لغة هما 78 كارت كأنهم 78 حرف لما بيتحط مجموعة كروت جنب بعضها كأنها بتكون كلمة أو جملة أنا بترجمها بس أنا مترجم وواسيط مش أكثر خليني نبتدي ندخل في الموضوع بسرعة عشان الوقت ما يدهمناش ونلحق نمشي في الموضوع إيه الأبراج الجمدة السنة دي؟ طيب بص انت عارفني أنا موضوع الأبراج جمدة وأبراج مش جمدة ده أنا ما بحبش أرتبه لا أقولي زي ما أنت عايزة والله العظيم يا عمر صدقني كل سنة كل واحد بياخد من الحظ الجزء اللي مكتوب له كل الناس ليها حظ اللي 24 إرادة كله أحب ياخد فيهم إرادة يعني السنة اللي فاتت اللي خرج منها من غير مثلا ما يخسر فلوس ما يتعب ماما كل واحد محظوظ بطريقته يعني خلاص؟ وكانت أكبر مثال السنة اللي فاتت فالسنة دي؟ لأ فيه أبراج كانت تعبانة جدا السنة اللي فاتت وقلت عليهم وأنا معاك في الحلقة اللي هم الحمل والسرطان والحمل والسرطان والميزان والجد خاصة السرطان والميزان والجد وخاصة آخر ثلاث شهور من السنة بالذات لبرج الميزان فالأبراج دي فعلا شالت فوق طائطها السنة اللي فاتت أكتر ناس تعبوا السرطان والميزان السرطان والميزان والجد والحمل والحمل السنة دي دفقة اتنقلت من السرطان والميزان والحمل والجد دي أبراج نسميها أبراج منقلبة لأنه بيتغير فيها فصول السنة اتنقلت الدفة لمجموعة الأبراج الثانية اللي هي الأبراج الرئيسية أو أبراج الأعمدة اللي هم التور والأسد والعقرب والدل طب الأربعة الأولين لا نشعر حين يتعابوا لا نعرف الأربعة اللي كانوا تعبانين السنة حياتهم حتبها أفضل السنة كتير جدا إحنا كلنا حياتنا إن شاء الله هتبقى أفضل السنة لأنه 2020 دي مش هتتكرر تاني هو بس تنعدي أول شهرين أول شهرين يناير وفبراير يعني لأنه مشبوكين كده يعني بقايا 2020 آه الديول كده اللي هي إيه يعني أسخف شهرين تقريبا حيبوا أسخف شهرين آه أسخف شهرين وأكتر شهرين يعني لو في حاجة ممكن تفاجئنا بقا مخفاجئات ضخمة أو هزات ضخمة ممكن تفاجئنا في يناير وفبراير آه يعني أنت بتعتبر وشوية من مارس شوية صغيرين من مارس آه أنت بتعتبر الربع الأول من 2021 هو 2020 مش بالضرورة يبقى زيها بس فيه فيه حاجات ضخمة ممكن تفاجئنا مش لازم تكون حاجات وحشة يا عمر مش لازم تكون حاجات وحشة يعني ممكن تكون يعني حاجات قوية جدا المصلي يكون خلاص عارفنا نتيجة إن هو قد كده فعال دي حاجة ضخمة وقوية حاجة قوية تحصل إيجابية تفرحنا مش بالضرورة تكون صغيرا طيب فالأربع أبراج ربينا أسر الأربع أبراج эти أنت كنت قول�� عنهم تعبوا السنة اللي فاتت مرتاحين السنة آه الأربعة بقى اللي داخلين مكانهم إيه اللي داخلين مكانهم بقى آم مش هيتعابوا زي ما قالوا السنة اللي فاتت دول تعبوا لا الموضوع مش كده خالص بالعكس ده عندهم تغييرات إيجابية جدا اللي هما الأربعة اللي هما إيه بقى اللي هما الثور وال الثور والأسد والعقرب والدر الأبراج دي تباعتها أبراج قوية مش زي أبراج انقلاب الفصول فالأبراج القوية بتبقى قدرتها على المواجهة أكبر وبتتحمل لأنه بتبقى طول عمرها متعودة على ده الأبراج اللي تكلمنا عنهم الأربعة اللي فاتوا ما فيهمش غير الجدي هو برج الشقة اللي كان متحمل ومتعود فمش فارق كتير معه إنه الأبراج بتاعت السنة دي والسنة الجاية كمان يعني الوضع ده هيفضل معنا سنتين الأبراج دي تباعتها قوية وصلبة وبتعرف تحول الفرص أو تحول الضغوط لفرص فمش هيتعبوا زي ما الأبراج التانية تعبت قبل كده حيبقى وضعهم أفضل كتير بس انت شاف أنه بشكل عام أغلب الأبراج أو كل الأبراج السنة دي هتكون حياتها أفضل كتير مش هيجي زي عشرين عشرين لا لا خلاص عشرين عشرين راحت لحالها إن شاء الله يعني بخير ويعدي الشهرين الأولانيين من السنة والدنيا بعد كده بقى إيه نصبت نعود بقى نعود ونشوف بقى ده الأربعة واربعة كده تمانية والأربعة البقين أخبارهم مين والأربعة الآخرين البقين برضو اللي هم الجوزاء والعزراء والقوس والحوت برضو عندهم أوضاع هيلة السنة هيلة هيلة كل الأبراج والله يا عمر صدق موضوع حظ ونحس وبرج محظوظه أكتر لأنه هقولك أصلا كوكب الحظ في برج الدلو برج الدلو ده إحنا اللي هو برج الناس مش برج حاجة واحدة مش برج متعلق بحاجة دولة واحدة أو حاجتي بتاعتي أنا ده برج الجموع برج الشعوب برج الناس برج الخير برج الصالح العام برج الإنسانية يعني الخير طالع بيطلع لبرة يعني بيتوزع لبرة بتوسع كمان آه في شوية تديقات طبعا لأنه زحل كمان موجود في برج الدلو بس في نفس الوقت زحل أصلا حاكم لبرج الدل فمهما كان بيسبب ضغوط مش هيسبب ضغوط كبيرة ما نقدرش عليها أو ما نقدرش نواجهها فين الأوقات الصعبة في عشرين واحد وعشرين أنا شهور أنا عملالك ورقة بال مش شهور هما أول شهرين صعبين الفترة اللي بين يعني صعبين يعني صعبين فيهم حاجات غريبة ممكن يعني يا عمر لو في حاجة اسمها كائنات فضائية مثلا حممكن نشوفهم في الشهرين دول طبعا على مدار التلات سنين اللي جايين بس بالزاد الشهرين اللي جايين دول ليه أغرب حاجات هتحصل الشهورين اللي هي حاجات غريبة مش بعيدة على المهم ممكن حدث ضخم يحصل يعني الله أعلم يعني حدث أو حادث يعني حدث أو حادث يعني الشهرين دول غير كل شهور يستنى اللي جاي يعني لو عايز تعتبرهم بقية عشرين عشرين بس الأسخف 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 لأنه أنا عندي زوايا فيهم صعبة الزاوية هتتغير فاكر لما قلت لك السنة اللي فاتت أنت سرباتك في العمودة الزاوية كنت قلقانا من آخر السنة بسبب أن المريخ كان في برج الحمل وهو اللي عمل كل الضغوط اللي حصلت آخر عشرين عشرين فالمريخ هيخرج من برج الحمل اللي هو كان المفروض مرتاح فيه وقت راحته لأنه برجه هيخرج من الحمل حيدخل برج التور الترابي وبرج التور فيه كوكب أورانوس وأورانوس دا لوحده حكاية مرة قعدنا عملنا عشانه حلقة مخصوصة أصلا فلما المريخ يبقى مع أورانوس في برج التور لأ فيه حاجات كتير قوي ممكن تحصل وحاجات كتير تتغير خاصة لأنهم في مربع مع زوحل والمشتري اللي موجودين في برج الدلو دا الزاوية الجديدة اللي لست حصلة من كم يوم أصلا من كم يوم زوحل والمشتري دو القعدوا مع بعض مش قعدوا مع بعض أولا هي حاجة مميزة ومهمة جدا لسببنا أنا مش هطول عليك في تفاصيلهم السبب الأول أنه هم ما بيكتمعوش مع بعض غير مرة كل عشرين سنة ولازم المرة دي تبقى حاجة علامة مميزة في التاريخ كل عشرين سنة علامة مميزة في التاريخ وتفتكر من عشرين سنة كانت العلامة المميزة إيه؟ كانت سنة ألفين وواحد أوكي؟ وقبلها بعشرين سنة ثمانين وواحد وتمانين العلامات دي كل عشرين سنة في مصير أنا فاكرة كده أنا مالش دعوة أنت اللي بتقوله أنا ما بقولش عن نصائب خلاص؟ فكل عشرين سنة بيكتمعوا في برج أي برج؟ كل ستين سنة بيكتمعوا في نفس البرج يعني هما دلوقتي في الدلو آخر مرة كانوا في الدلو كان من ستين سنة السبب الثاني بقى اللي هو الأهم أنه دي زاوية ما حصلتش من أكتر من ستتمائة سنة فات قالوا تمنمية تمنمية ده لما كان في نفس الدرج لكن ستتمائة وستاشر سنة بالزبط فإحنا شفنا لقاء تاريخي إحنا فعلا هي زاوية ما تحصلش غير بشكل زاوية تاريخية وإحنا عايشين أحداث تاريخية أصنع ده يؤدي لإيه التقاء المشترى مع لا ده هيغير النظام خالص هيغير النظام نظام متين سنة فاتت مش عشرين سنة بس فلي بالك إحنا بنتكلم المتين سنة فاتت يعني من سنة 1820 تقريبا ابتدت الثورة الصناعية ابتدت صراعات البترول اكتشافات البترول والغاز وصراعات وحروب البترول والغاز أعرفنا تغيير المناخ والإحتفاظ الحراري الحاجات المادية التلوث كله كل حاجة مادية كل حاجة في الأرض كل حاجة قريبة من الأرض يعني لأنه فانت بتقولي لي اللقاء الجديد ده هيخلي العالم يتغير تماما كانت ثورة صناعية داخلين على متين سنة مختلفة تماما هتتميز بالثورة التكنولوجية والاختراعات والابتكارات الحاجات اللي هتبقى مرعبة ومخيفة بشكل إيجابي بشكل ما يغطرش على بال فخلص يعني خلصنا عصر الصناع وصلنا لللي احنا عايزينه ناخد الفاكسين ولا لأ عايفش السؤال جالي أول ما قلت ألعى لحا أسألك ناخد الفاكسين ولا لأ أكيد هيبقى عامل مساعد كبير أو أنا عارف ما تبصي كده عامل مساعد كبير معيش أنا أنت عارفة أن الدماغي غير منظمة أنا دايما أنت يوري أنت موزيع دماغه غير منظمة لما هو حكاية مفيد ولا لأ دي احنا عارفينه مفيد أنا بسأل أخده ولا لأ أو ناخده ولا لأ إيش أستاذ طري يونس بيحاولي يعني زبط السؤال بشكل لا خده خده أخده خده ده من أول ورقة على طول ما فيهش نقاش خده ناخد الفاكسين لأنه لو لو مش هينفع مش هيدر بس هو هينفع هو هينفع ده من أول ورقة دي أنا ورقة البيج بوانز ده اللي بيقول لي أو بيقوله أو بسرعة آه انت فتحت الورقة فأول ورقة جاتلك اللي بتقول نعم أيوة نعم عايز أصحب لك خلينا نصحب ورقة عليها يمكن خلينا أصحب لك ورقة من ديك تانية عليها كمان نأكد ناخد الفاكسين ولا لأ تيقلتلي النهاردة سألني أسئلة محددة شايف أنا محدد زي تاخده ورقة الحية مش من الأوراق الإيجابية لكنها ورقة الطب والأدوية والحاجات دي كلها فلما تطلع لي فكأنها بتقول لي لا الأفعة الأفعة الملتفة رمز الدواء والطب كمان فأكدت لنا أكتب عندنا الشاب ده بتاع نعم وبعدين الأفعة بتاعة الطب وبعدين الخاتم ده إيه الخاتم اللي هو الارتباطات يعني خلاص إحنا مرتبطين بالفاكسين فعلا إرائية الرموز ده لك جميع طبعا أنت سألت سؤال بشكل عام ولا يخصك أنت كعمر أديب بس تاخد المصل ولا لأ بشكل عام خلاص يبقى الرد بشكل عام هاي نكمل نكمل ترو ولا نكمل كلام وأبراج نكمل كلام وأبراج وهنرجع تاني عاش دماغي بايزة بس يعني هتترتب أكتر طيب السنة بقى إيه الشهور اللي فيها يعني ناخد بالنا أنت قلت أول شهرين بيخين جدا وممكن يعدوا على غير وممكن كلامي ده ما يبقالوش أي لازمة أصلا إحنا بنهزر كل الأعدة دي بنهزر طبعا عشان بس من يعني رايح دماغنا قالوش وبعد كده الشهور اللي بقى بعد كده الشهور اللي جاء اللي بعد كده هتبقى من من أواخر مايو لغاية آخر سبتمبر دي بقى دي بقى شهور اللخبطة شفنا زيها السنة اللي فاتت بين مايو وأغسطس اللخبطة اللي هي بتاعت التضارب والتخبط والتناقض وتصريح من هنا يلغي تصريح من هنا كلام من هنا أصد وكلام من هنا يعني العالم ببتخبط تخبط ولخبط بسبب كمية التراجعات احنا هنوصل لوقت فيه ست كواكب هيبقوا بيتراجعوا منهم كوكب عطارد اللواء أصلا بيلغبط لنا حاجات كتير في العادي لما بيتراجع لوحده يعني فالفترة دي هيبقى فيها لخبطة لخبطة ما فيهاش خطوات يعني ايه ضخمة لقدام يعني نبقى شوية يعني الدنيا مش يا بالراحة بس بلخبطة بس هي دي الشهور في الآخر السنة بقى في ديسمبر يعني هيبقى فيه برضو كسوف مميز بس أنا أنا منه يعني حتى لو فرد وحصل فيه حاجة تبقى أي حاجة محدود أي حاجة زي إيه عندي ليك تواريخ مهمة وليه لي أوكي عشان كلنا كلنا لازم مش ننتبه ليها بالعكس التواريخ دي والله العظيم يعني أنا التواريخ دي نفعية تستنال اللي فاتت تم ورتيلي عليها وفيه ناس التواريخ دي هيحصل لها فيها حاجات حلوة جدا بس فيه ناس محتاجة إن هي تنتبه إن هي ما تبقاش متهورة زي ما مدام في في عبدو في في عبدو بتقول لوحدي بقى في في تشكير قولي التواريخ التواريخ دي تبتدي من عندي من 6 يناير لـ 30 مارس أوكي اللي هي الفترة اللي أنا قلتلك عليها هي يناير وفبراير بس عندي كم زاوية متفرقة في شهر مارس يعني يقلقوني شوية بسبب المربع اللي حكيت لك عليه بتاع كواكب التور من 6 يناير لمارس أهم أيام بقى أو أهم فترات أيام في الفترة دي عندي 16 و 17 و 18 و 28 و 29 و 30 مارس الأيام دي ننتبه لها بلاش تصرع بلاش تهور بلاش اندفاع بلاش وعود ما نقدرش عليها يعني نخب بالنا من 15 يوم الأخرين في مارس في فبراير عندي يوم 10 11 12 و عندي دي أكتر أيام لازم تخلي بلنا منها 10 و 11 و 12 فبراير و عندي 25 و 26 و 27 لا مش ما نخرجش من البيت يعني لو عندي مشروع جديد أحاول بقدر الإمكان أن أنا معملش فيه خطوات مهمة في الثلاثين لو أنا نزل سايقة عربيتي وأنا منفعلة أو متضايقة ما فيش داعي أشد أسحب بالعربية وأنا يعني في الحالة دي لو أقدر الله ممكن يحصل أي حاجة وأنا نزل على السلم أخلي بالي أنا بحط رجلي فين وأنا بستخدم حاجة أنا بقول على مستوى الأشخاص الناس في البيت يعني وأنا بستخدم مستكينة بتاع أخلي بالي أني ما تجرحش أخلي بالي بالذات السنادي وفي برج حتى أنا هحذره من ده مخصوص استخدام الأدوية أن أنا ماخدش دواء أنا مش متعودة أخده ممكن يعملي حساسية برج الحوت برج الحوت يخبره من الأدوية كلنا كلنا أصلا كلام الأبراج السنادي يا عمر أنت نفسك وأنا بقوله لك هتلاقي فيه حاجات كتير متشابهة يعني يمكن بس حول تغير الصيغة عشان ما يبقاش كلام واحد كلنا حظوظنا فيها شبه كبير قوي من بعض حتى فيه أبراج أنا محددالهم كل برج محددالهم زي كل سنة ما يقول لك دول بقى كزا ودول لا استنادي لا 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 وفيه أبراج أنا حاولت أختصر الكلام بقدر الإمكان وفيه حاجات كتبها الأبراج مش كتبها الأبراج تانية مع أنها برضو عندهم عشان لو فيه حاجة أهم كتبها لهم أملويات فاحنا استنادي الأيام اللي أنا بقولها دي نخلي بالنا منها بشكل شخصي وهي دي الأيام اللي لو هيحدث اللي لو هيحصل حدث يهمنا كلنا بقى في شكل عام يهم العالم هيحصل في الأيام دي أو أراوند الأيام دي يومين قبل يومين بعد في الفترة دي فإحنا عندنا كمان في فبراير 25 و 26 و 27 فبراير عندنا في مارس 28 و 29 و 30 مارس يعني يعتبروا آخر مارس في إبريل عندنا الفترة من 25 ل 30 إبريل وكي عندنا كمان من 18 مايو ل 30 يونيو هي دي الفترة اللي بقولك إنه في 6 كواكب هيتراجعوا فيها 6 آه منهم كوكب عطارد فلس إنه حيبقى فيهم كمان كصوف وخصوف يا نهرب يعني دي أهم فترة نخلي بالنا منها من 18 مايو النص التاني من مايو لآخر يونيو أوكي عندي كمان من 20 ل 27 يوليو ومن 18 ل 30 سبتمبر ومن 17 ل 25 أكتوبر أنا ملاحظ كلها نهاية الشهور آه بزرط وعندي أخلي بالي برضو من الحاجات البسيطة اللي أنا قلت عليها كده بشكل شخصي مع نفسي وأنا في البيت في نوفمبر وديسمبر خاصة 17 ل 25 نوفمبر ومن 1 ل 7 ديسمبر وآخر الشهر ده بيبقى منقيل الفلوس بتخلص وبنبقى متضايقين بس فيه ناس كتير قوي هتحصل لهم حاجات كويسة جدا موليد العشر تيام الأخيرة من كل شهر السنة دي هيبقوا مميزين موليد العشر تيام الأخيرة من كل شهر اللي هم موليد أول عشر تيام من أي بورج هيبقى عندهم حاجات أحداث مميزة كتير قوي وآخر حاجة من 15 ل 25 ديسمبر هي دي الأوقات اللي محتاجين مع نفسنا السنة كلها نخلي بالنا لا ليه بس السنة كلها أنا بقولك تخلي بالك بس يا عمر لكن إن شاء الله ما فيش حاجة تحصل طب رايحيني بقى مين البراج السوبر يعني بقى كويسين هاوي مين الأبراج اللي ياخدوا بالهم بلاش حلول سيئين يعني طيب الأبراج السوبر واللي لازم ياخدوا بالهم الأربع أبراج اللي قلت لك عليهم اللي هما التور والأسد والدلو أنا بردانة ممكن يقللوا التكيف شوية قال التكيف يا ابني عشان ده بيأثر على شغل تجيباني الشوكولاتة النهاردة ممكن يديكي الشوكولاتة عشان الدلو قلنا التور والأسد والعقرب والدلو دول ياخدوا بالهم السنة اه دول يخلوا بالهم وفي نفس الوقت دول أكتر أبراج عندهم فرص عظيمة السنة دي يعني ياردوا بالهم وعندهم فرص عظيمة خاصة هنددالهم واصلا هم برضو من الناس اللي تعبت مثلا كلنا تعبنا السنة اللي فاتت وزي ما كلنا تعبنا السنة اللي فاتت يا عمر كلنا هنتعود السنة دي يعني السنة اللي فاتت كده كانت ايه يعني بالنسبة لنا بشكل شخصي كان لازم نمر بيها عشان نتعود طيب علشان نقفل موضوع الأبراج وندخل بقى في الأسئلة المحددة عندك حاجة عايزة تقوليها لكل برج على حدة فيها كل برج عايزة تقوليها حاجة يا أبراج طبعا طبعا واستحملني شوية بقى ده معاك اللي صب أنا موضوع الأبراج ده وأنا كتبا لهم اللي هي أهم الحاجات كل واحد مختصر من كلام كتير طيب الحمل السنة دي من 20 مارس لـ 18 إبريل بقول أنه بعد فبراير عنده تنهيدة ارتياح من مارس حيبتدي يفهم أن الضغوط اللي مر بيها في 2020 بسبب إنجازات وتطور ونجاح مفيش حاجة هتروح منه على مفيش هيعيد تقييم علاقاته كلها دي أهم حاجة هتحصله هيستبعد أشخاص أو ينقطع عن أماكن تأثيرهم عليه سلبي وضاغط وهيتعرف على ناس جديدة السنة دي هو النجم الاجتماعي مولود الحمل متقلق ومنور وكريزم عالية جدا هتحبب الناس فيه أكتر هيبقى عنده فرص للارتباط للزواج أو مصالحة مع حبيب أو زوج نجاحات عملية رغم الضغوط والمنافسة لأنه هيبرز أفضل معنده وهتقربه من ناس مهمين والناس عموما في حياة مولود الحمل السنة دي هم مصدر الفرص العظيمة اللي ممكن تجيله السنة دي ما عندهش تغيير كبير ماديا هو من الناس اللي كانت مرتاحة إلى حد كبير في عشرين عشرين إلا بس لو بزل مجهود أكبر واشتغل أكتر وعمل علاقات أكبر أكتر هيحسن دخله من خلالها صحيا برضو وضعه أفضل لو تفتكر هو البرج الوحيد اللي أنا حضرته بشدة صحيا السنة اللي فاتت السنة دي حتى إذا كان مر بظروف صحية هيبقى وضعه أفضل يخلي باله بس من الإجهاد والإرهاق عنده لو في حياته أو هيدخل حياته حد من موليد السرطان أو الجدي هيبقى بالنسبة له يأما مصدر ضغوط يأما مصدر فرص رائعة جميل بالنسبة لبرج التور من 19 إبريل إلى 19 مايو عنده بقى فرصة هيلة ده من الأبراج اللي احنا قلنا عليها فرصة هيلة إنه يثبت وجوده يقرب برضه من ناس مهمين في شغله أو في علاقاته الرسمية عنده نقلة إيجابية بترقية مركز اجتماعي يهتم جدا بشكله ومظهره وممكن يفاجئنا بتطوير كبير في شكله هو بطبع محافظ ومهزب ويبيتجنب الأخطاء فمطلوب منه السنة دي يبقى محافظ أكتر ما يستجبش لأي استفزاز من أي شكل ما يسمحش الحد إنه يورطه في موضوع يسيق لإسمه والسمعيته ودي مهمة جدا يعرفها مولود الطور عشان يستفيد بالفرص مش بالضغوط في يناير وفبراير ونوفمبر وديسمبر عنده طاقة ونشاط ممكن يخرجه منه بشكل انفعالي بعيد عن هدوء المعتاد وبعيد عن الرزنته سواء في البيت في الشغل في الشارع في الجمعة يحاول بقدر الإمكان يتجنب المشاكل ويجي على نفسه أنا عارفة ديها يعني متعبة جدا إنه يتحلى بالمرونة ويتخلى عن العند ويعدي الشهرين دول بدون مشاكل وأزمات وضع المادي مستقر ما فيهوش تغيرات كبيرة برضو زي الحمل وضع الصحي كمان مستقر إلا من أثار العصبية والانفعال إنه مش متعود عليهم ضغوط أو فرص رائعة السنة دي مع مواليد الأسد والدل الجوزاء من 20 مايو إلى 20 يونيو مروا بفترة صعبة خاصة آخر 20-20 والضغوط كانت مختلفة متعددة ومتزمنة كلها في نفس الوقت فهو من الأبراج المميزة السنة دي الحصد بيحالفهم خاصة المولودين بين 20 مايو و10 يونيو وضع المادي أفضل وممكن كمان يسترد ديون أو يعود أموال خسيرها أو ضاعت عليه في 20-20 بسبب وقف الحالة اللي حصل علاقاته متقلبة بين صعود وهبوط سواء مع زملاء العمل أو المعارف أو الأصدقاء لكن حتى علاقاته الجديدة السنة دي هيبقى فيه منها انجزاب عاطفي متبادل بحذره لإنها هتبقى علاقات مؤقتة بلاش يبني عليها أمال كبيرة إلا لو طولت معاه بقى وعدت السنة دي وكملت وبلاش يعمل لنفسه مشاكل بسبب علاقاته الشخصية كثرة انتقاده لشريك الحياة أو مقارنته بآخرين أو محاولة تغييره مش هتؤدي إلى للانفصال لو حصل الانفصال الزمن هيعرفه بس انه كان أفضل من غيره كان أحسن من غيره فيخلي باله انه ما يخسروش عنده تغيرات عملية إيجابية جدا نجحات على مدار السنة لكن يحذر المؤامرات والمنافسة الغير شريفة حظه الأكبر السنة دي هيكون في السفر والدراسة عنده إما ضغوط أو فرص رائعة مع موليد الأسد والدلو السرطان من 21 يونيو ل21 يوليو أخيرا أعباء وضغوط الثلاث سنين هتنتهي هو بالذات خرج من 2020 أكثر نتجا هو بالذات خرج أكثر نتجا السنة دي هتبقى أكثر مرونة هو هيبقى شخصيته مرينة جدا هيتخلى عن انتقائيته اللي فرضها على نفسه مش بس الثاني اللي فاتت آخر ثلاث سنين لبرج السرطان وعزل نفسه يمكن عن ناس كتير قوي سنة دي بقى هتبتدى ينفتح للناس ثقته هتبقى أكبر فيهم هيلاقي التقدير المناسب لو غير مرتبط عنده فرصة أنه يقابل شخص مناسب أو أنه يصلى حلقته بالحبيب أو بالزوج وخاصة أهل الزوج هيرجع فرحة لحياته بعد فترة نكد ومواجهات خسرانة السنة دي برضو هو كمان هيتعرف على ناس جديدة ده يعني أغلب الأبراج أو مجتمع مختلف هيخليه إما يتمسك بالناس اللي بالفعل موجود موجودة في حياته وكانوا سبب ضغوط قبل كده أو أنه هيكتشف قد إيه الناس دي لا مهمين في حياته ولازم يتأقلم معاهم أو هيكتشف قد إيه هو كان ظالم نفسه معاهم وأنه كان لازم ياخد قرار الانسحاب منهم من فترة طويلة ده هيحصل لمولود السرطان على مستوى علاقاته الشخصية والاجتماعية والعملية أوضاع المادية مستقرة عنده انتعاشات خاصة من شراكة زواج أو عمل صحيا وضعه أفضل بشرط برضو تجنب التوتر والضغوط النفسية والعصبية عنده على مدارس سنة فرص جيدة للارتباط العاطفي خاصة بين ماي ويوليو عنده ضغوط أو فرص رائعة مع موليد الميزان والحمل الأسد من 22 يوليو لـ 21 أغسطس سنة مهمة جدا لمولود الأسد واقف على أرض صلبة سنادي هيتغلب على أي ضغوط بقوة ونزاهة وشرف لا هيتنازل عن حق ولا هيستسلم لظروف الأسد خصم نزيه وخصم شريف ما بيقدرش يواجه المؤامرات بمؤامرات بس لو اضطر هو بيعمل ده بيبقى آخر ما لاز بالنسباله السنادي برضو يخلي باله من الألعاب اللي ممكن تحاك ضده خاصة في يناير وفبراير ويخلي باله من خطواته لأنه الغلطة بفورة وممكن يفضل طول السنة يحاول يصلحها ما يعرفش ويفقد كمان الفرص اللي ممكن تجيله السنادي وحتبقى علامات مميزة في حياته يخلي باله مولود الأسد من مراسلاته اتصالاته من الموبايل من اللابتوب يحمي أسراره لأنها ممكن تكون سبب مشاكل ليه السنادي بين يناير وإبريل ما يستجبش لأي استفزاز أو يتورد في مشاكل ممكن تعدي ببساطة لو تجهلها أو تكبر وتتفاقم زي ما قلنا ويتطر يتعامل معها إبريل ويونيو وأغسطس شهور فيهم إنصاف وحلول وتغييرات إيجابية كتير منهم هنسمع أنهم تخطبوا أو تجوزوا أو دخلوا شراكات ومشروعات لأن علاقاته السنادي هتتسم بالجدية وهتبقى فرص لا تعود أغلبهم هينجذبوا لأشخاص أكبر أو أصغر منهم في السن بفرق واضح ومميز وهتبقى علاقات نجحة عنده ضغوط أو فرص رائعة مع موليد العقرب أو التور العزراء من 22 أغسطس ل21 سبتمبر هيركز على شغله ودخله ويتطور من نفسه يحافظ على اسمه لأنه هيعلى جدا اسمه في مجال عمله وفي علاقاته هيوصل لمكان أفضل وعنده نألة في مكان بيت أو عمل أو حتى سفر للخارج علاقاته العاطفية والعائلية لسه متوترة ده بقى له كتير على ده عنده السنادي فرص كتيرة أنه يصلح علاقاته دي أو أنه يوصل لحلول جزرية وترضي جميع الأطراف رغم الحيرة والارتباك اللي ممكن يقابلهم بشكل يومي إلا أنه هيبقى مركز وفاهم بيعمل إيه فبلاش يزود حيرته بأنه يسمع قراء الغير أو يلجأ لاستشارة من يظن أنهم الأقدر والأكفى لأنه في الآخر هو اللي هيبقى صحة فياسق في نفسه ويمكن أكبر تحدي هيقابل مولود العزراء السنادي أنه يومه العادي يمشي بشكل عادي دي ما هو مرتب له المهم أن الخطوة اللي ياخدها الأدام ما يرجعهاش لورا يحترس من الخداع والنصب والإحتيال ما ياخدش قرارات مهمة ومصرية إلى بعد دراسة ومراجعة ويفتكر دايما أن المظاهر خداعة ليس كل ما يلمع بهبا يهتم بصحيته يهتم بصحيته يهتم بصحيته مولود برج العزراء في السنادي والسنة الجاية بلاش سرعة في القيادة بلاش عدم تركيز في التعامل مع الألات والأدوات الحادة ينتبه لخطواته كي لا يتعرض للسقوط عنده سنادي ضغوط أو فرص رائعة من موليد القوس أو الجوزاء تعبينك معنا إحنا والله لا خالص أنا سعيدة جدا أن أنا معك الميزان السنة دي من 22 سبتمبر ل22 أكتوبر زي ما قلتلك بس يعدي أول شهرين وحتبتدي سنة تعويضات بالنسبة للميزان في نواحي كتير نفسيا عائليا عاطفيا مهنيا مديا صحيا دراسيا كل النواحي اللي كانت عبان فيها مولود الميزان السنة اللي فاتت زي ما كان من أكتر الأبراج اللي عانت السنة دي هيبقى من أفضلهم عنده مصالحات مع مقربين أو عنده مقاطعات سببها الأول أنه يبعد نفسه عن الضغوط ويعتزل ما يؤذي لأنه اكتفى وبالنسبة له خلاص enough is enough عنده برضو نقلة بيت أو شغل أو سفر خاصة موليد أكتوبر اللي فرصهم أكبر فرصة للمنتظرين حمل وإنجاب اللي عايزين يشتروا بيت اللي عايزين يتجوزوا أهم حاجة يركزوا ما يتسرعوش بلاش قروض وديون والتزامات مالية طويلة بلاش مخالفة القانون ولا تسرع في الشرع أونلاين أو تعاملات مع مجهولين بدون ضمانات خد راحتك مولود الميزان وعمل اللي انت عايزه ولكن تعمل حاجة وحدة وحدة ما تضغطش نفسك بأنك تعمل كذا حاجة مع بعض في نفس الوقت وكل حاجة عاملها بالورقة والألم أنت السنة دي بشكل خاص والسنة اللي بعدها محتاج النظام والترتيب والهدوء وأنك تبصه قدام مش تحترج لك وانت بالذات محتاج تتطمن أن 2020 خلصت ومش هترجع تاني يا رب عنده ضغوط أو فرص رائعة مع موليد الجدي والسرطان العقرب أهلا وسهلا حبيبي العقرب من 23 أكتوبر لـ 21 نوفمبر هو كمان السنة دي مفتحة في إيده لو عايز يعمل المستحيل هيعمله في أي مجال عاطفيا أو عمليا أو ماديا أو دراسيا أغلب الضغوط هتبقى شخصية في البيت علاقاته في ارتياحه النفسي فيه ضغوط وتحديات لكن مفيش صدمات اللي هيتجوز مرتب لده واللي هيتطلق أو ينفصل عارف أنه هيوصل لده وأن الموضوع بنسبة له مسألة وقت أو تنفيذ قرار مش أكتر أحواله المادية جيدة لكن مش جديدة يعني مفيش ساروة هتنزل بشكل مفاجئ زي ما ممكن يحصل مع أبراك تانية إنما المتوقع والمنتظر يعني وضعه مستقر هيفضل المرتب ييجي لا إن شاء الله هيفضل ييجي واستنادي فلوسه نتيجة مجهودات سابقة فعنده استقرار عموما عمليا عنده مسؤوليات جديدة إنما قادر أنه يوفيها بكامل نشاطه وطاقته عشان كده مطلوب منه بس أنه ينتبه لصحته من الإجهاد والإرهاق أكتر وقت محتاج تركيزه وانتباهه مديا ودراسيا وصحيا شهر يونيو خاصة أيام 10-11-12 وشهر ديسمبر عطفين عنده فرصة للارتباط وحب جديد ممكن يفرح قلبه أو يرجع له حب قديم كان بيتمنى أنه يدخل حياته عنده ضغوط أو فرص رائعة مع موليد الدلو والأسد القوس من 22 نوفمبر لعشرين ديسمبر من أفضل الأبراج السندي وسنة اللي فاتت الحقيقة برضو القوس كان كويس قوي مش قوي بس يعني كان كويس أعلمت عليه برضو عشرين عشرين عنده نجاح وتقلق وهيثبت وجوده بقوة القدر والإسمة والنصيب هيلعبه دور مهم جدا في حياتهم خاصة في علاقاته الشخصية والاجتماعية وأكبر الفرص اللي ممكن يحصلوا عليها وتبقى حجر أساس لمستقبلهم التلاتين سنة الجايين هتيجي من خلال علاقاتهم وعن طريق الأقارب تغيرات جزرية في العمل هتخليه مرتاح أكتر حتى لو زادت مسؤولياته وضعه المادي جيد حقيقي فلوسه هتبقى شوية تقيلة إنما منتظمة ومستقرة وكتير منهم ممكن يحصلوا على أموال بشكل مفاجئ وأكتر من مرة مش مرة واحدة وضع العاطفي أفضل من الخمس سنين الأخيرة عنده مصالحات أو علاقة جديدة أو ارتباط رسمي مواليد القوس الفوضى اللي حصلت في حياتهم آخر خمس سنين خلصت بنهاية 2020 ومش هتتكرر تاني ولو اتكرر حاجة شبهة هتبقى محدودة ومقدورة عليها لكن مش بدخامة الأحداث اللي حصلت لهم السنين الأخيرة وكمان ممكن يتعوضوا عنها مطلوب منهم هم السنة دي كمان يهتموا جدا بصحتهم وبقولها لهم برضو وكررها 3-4 مرات ما يهملوش أي عرض مهما كان بسيط خاصة في يناير وفبراير ويونيو ويوليو وأغسطس السنة الجديدة هتغير حياة ناس كتير منهم فيركزوا لأن السنة دي القوس إذا رمع صهمه يصيب عنده ضغوط أو فرص رائعة مع مواليد الحوت أو العزراء الجدي من 21 ديسمبر لـ 18 يناير 2021 مجهودها ومسؤوليتها والتزاماتها أكبر من أي سنة يقدر يحقق نجاحات غير مسبوقة عمليا وماديا بس محتاج يرتب أولوياته ومحتاج يتخلص من حسابات قديمة هتشغل باله واتضيع وقته على الفاضي وأي مشروعات وأعمالها يبتديها هتبقى مرهقة ومجهدة أكتر من العادي لكنها تستحق ويقدر يخلي التراب في إيده يبقى دهب بشرط أنه يعتمد على نفسه وما يستناش حاجة من حد وما يعملش مقارنات في الغالب نتيجتها مش هتبقى لصالحه أول شهرين في السنة محتاجين منه تركيز لأن أي خسارة فيهم صعب يعوضها الغير مرتبطين ما عندهمش وقت يفكروا في الارتباط أصلا السنادي أو يزودوا مسؤولياتهم بارتباط ومع ذلك عندهم فرص هيلة للزواج التقليدي أو زواج السالونات وهيبقى زواج ناجح ومستقر لو مرتبط أو متزوج أو كان أب لازم يهتم بالحبيب وبالأسرة بلاش تجاهل وأهمال ضغوطه أو فرصه الرائعة هتيجي مع موليد الميزان والحمل برج الدلو اللي هو نجم استنادي من 19 يناير ل 17 فبراير نجمه عالي وحصده كبير هيوصل لهدف ويحقق حلم كان شايفه صعب ويمكن مستحيل ممكن يبقى شغل أو زواج أو دراسة أو بداية مشروع أو جمعة أو يجيب بيت عربية لو عمره أقل من 30 سنة الموضوع مش هيبقى سهل أو يهتقابله شوية تحديات لكن هيتغلب عليها وهيكتسب بسببها خبرة ونضج لو عمره فوق 30 أو 60 سنة فهيتعود عن تعب اللي فات من عمره هيحس بالرضى صدف هتجمعه بأشخاص بيشوفهم لأول مرة ومع ذلك هيحس أنه يعرفهم من زمان وهيبقى لهم دور مهم جدا فحياته الحظ معاه بشرط عدم التسرع وإذا هيغامر فلازم تبقى مغامرة محسوبة خاصة موليد يناير وأول أسبوع من فبراير حظه العاطفي هيكون في علاقاته هيكون في علاقات عابرة لكنها مليئة بالرومانسية مدين عنده مفاجآت بين صعود وهبوط وقد يفاجأ بمبلغ مالي ضخم مقابل مجهود بسيط مشاكله العائلية تتحل بالتفاهم والهدوء وبأنه يلتزم باللي له واللي عليه خاصة في تعاملاته مع الكبار لو كان سنه صغير وإنه يؤدي التزامات ووجباته لو كان سنه كبير عنده ضغوط أو فرص رائعة مع موليد العقرب أو الطور الحوط آخر الأبراج من 18 فبراير ل 19 مارس السنة دي هتدي له قوة مش متعود عليها مولود الحوط هيفكر بشكل عملي ومدروس بعيدا عن المشاعر والعواطف اللي بسببهم ممكن يكون خسر كتير السنين اللي فاتت سنة كاشفة للأمور ولنوايا الآخرين وضع المادي جيد على مدار السنة أغلب حزوزه المادية برضو عن طريق معارف وأصدقاء أو إخوة وأقارب لازم يسق في نفسه وفي قراراته وفي أحكامه لأنه السنة دي هيشوف الدنيا بعين مختلفة وكأنه النور فجأة كده نور فقدامه كده نور وبيشوف الحاجة بشكل مختلف تماما عنده نجاح عملي هيحقق نجاح مادي مستمر ومستقر علاقاته قوية خاصة بأشخاص مختلفين الثقافة أو من جنسيات مختلفة اللي عنده هواية أو حرفة بيشتغلها بإيده من مواليد برج الحوت لو اهتم بيها وطور نفسه ممكن تبقى مصدر ثروة مش بس مصدر دخل عادي لو اتدى من استنادي أنه يهتم بدا هو كمان لازم يحمي أسراره وأسرار الغير اللي مؤتمن عليها من أي خطأ غير مقصود وغير متعمد أنه برضو موبايله يديع أنه يقول كلمة مش في محلها أو مش في توقيتها يتفهم منها حاجة ينتبه لأي أدوية ياخدها ما ياخدش دواء مش عارفه ما يجمعش أدوية تتعارض مع بعض يفضل أنه يستشير طبيب أو متخصص أو سيدالي لأنه عليه خطر من الأدوية والسموم أو حالات التسمم من الأطعامة حتى عاطفيا سنة أفضل من ضغوط سابقة عنده ضغوط أو فرص رائعة من أو مع موليد الجوزاء أو القوس مجهود عبقاري وعظيم والحمد لله إحنا ماشيين بالترتيب دلوقتي عملنا الأبراج هنطلع فاصل إعلاني وبعدين نبتدي بقى نفتح بقى التروب ونسأل على شخصيات وعلى بلاد ويبتدي الشغل خير إن شاء الله اللي فيه بقى ربنا يستر القيمة زي ما بنقول قبل ما نطلع فاصل عايز أقول لحضراتكو أنه بعد أيام قليلة يعني نهاية هذا العام ممكن أن أنت تحقق الحلم بتاعك يعني لا تستنى بقى لا تبص في البخت ولا تشوف في الوراء ولا أي حاجة ممكن برسالة رسالة تكسب مليون دولار جايزة المليون دولار من MBC الحلم قدامها ثلاثة أيام كل الحكاية أنه انت حتبعت ميسج تخيل بقى المليون دولار دول اللي هم يعملوا لهم زي يعني فوق الخمستاشر مليون جنيه ممكن تعمل لك في حياتك بالمناسبة ناس كتير كيزبت جوائز كتيرة وأرقام كتيرة قبل كده فأنت النهاردة قدامك ثلاثة أيام وتبعت ميسج وزي معادكم شايفين الأرقام موجودة على الشاشة هتخسر إيه هي رسالة وجايز تكسب مليون دولار وتحقق كل أحلامك وتعمل كل اللي انت عايزه والحياة تبقى جميلة ولطيفة كان نفس أنا والله أقدم بس طبعا احنا ما بنقدرش نعمل الكلام ده إنما أي حد عنده فرصة دلوقتي إنه يبعت رسالة ويتحقق الحلم ويكسب مليون دولار تاني نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني فقرة قدامة والآن حان وقت الموسيقى نفس عميق من الهواء النقي ونسأل الأسئلة اللي من خلالها حان نبص في التارون نبص في الورق نشوف الإجابات وطبعا بتبقى سئلة كلها راندم يعني ما بتبقاش مترتبة ما بتبقاش ليه علاقة ببعض بنسأل على دول بنسأل على أشخاص وطبعا عشان فيه ناس كتير بيقول لك يعني هو يعني مش هيطلع صح يا سيدي قدينا عديد بنتسلقة ونعرف إيه الحكاية وإيه الموضوع ناخد شوية شوكولاتة بالفندوق وكده طبعا حكاها حلوة وكوية ونطيفة خليلها نبتدي بأكتر الأسئلة انتشارا وأكتر الأسئلة تكرارا هو الآلي حياخد الدوري السنة دي برضو يا عبد لا مش برضو برضو السؤال ولا برضو حياخد الدوري أعشان دك جديد جديد لا وده نفس الدك اللي عملنا بيه سنة اللي فاتت بلاش بتاع السنة اللي فاتت أنا في عرضك خلينا في الجديد طيب حاضر طيب الآلي هياخد الدوري ولا لا أسئلة بريسايس هتصفي النية صفي نيتك أنا مصفي النية جدا وكد الشوكولاتة إلا لا أسئلة بريسايس هتصفي النية برضو هتصفي النية صفي نيتك أنا مصف النية جدا وكن الشوكولاتة ليه لا يعني جايز تشوف إنهم هياخدش الدوري ليه لازم ياخد الدوري يعني إذا كان بررشلونة يعني ما ياخدش الدوري راそうですね ايه المشكلة يعني بصيي بس كويس ربنا يكرمك حلوتك عندي را radiation تصني موسي بصي عندي هلوتيك عندي وعندي انغام خليني افتح احدك ثاني عشان بس تتأكد ما ايه ما ده كويس شمعنا ان شاء الله يأخذ لأ يعني خلال التمني عندك الوراء بيقول ايه انا افرد قلتلك بيقول لأ وبعدين حصلت ظروف واتغيرت ظروف لأ قول ايه الوراء بيقول ايه بيقول ايه حالا ناو ممكن لأ مش متأكد في لأ السندي حاجة تاني غير انا اخذ بطولة افريقيا السؤال اللي انت بتقول عليه السعب ايه السؤال اللي انت عايز تقوله لأ كاس العلم للانديهن يعني ما اظنش لأ لا اخذ لأ لأ بره الموضوع انما الدولي لقتي لأ اه طيب طيب استنا نجرب دك دك كمان هو انت عادي اتجرابي الغالة ما تلاقيه ياخده فرع لعشان 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 انا بقى متأكدة لعشان انا بقى متأكدة وليها صراحة لأهلي احتمال احتمال يا ما ياخدش الدوري السندي يبقى عنده مشاكل على ما يقدر ياخد الدوري يبقى الموضوع صعب عليه فرحتيني يا شيخة ومش عايزة تقولي يعني لأهلي يبقى عنده مشاكل واحتمال ما ياخدش الدوري السندي احتمال الله اعلم سنة حلوة من اول ايه الشيكولادة استغلت طيب نسب السؤال التالي هل حيبقى فيه استقرار في الزامالك طيب هيبقى فيه استقرار في الزامالك Select назад هيبقى فيه استقرار في الزامالك هيبقى في استقرار في الزامالك انا بس انا عايزة تكلمي محدش ياخده باي محمل يعني فاذ observer الورقة دي لسيكس أوب كافس دايما المشهد بتاعها أنا ياريتني استخدمت دك يعني مختلف المشهد بتاعها معناه أنه بنرجع يعني نادي الزمالك أيام عيزه ومجده فواضح أنه في عودة للأيام الورقة دي معناه أن الزمالك راجع لعيزه إن شاء الله اللي قبل كده إنت كنت بتسعر عن استقرار فحيرجع لفترة استقرار كان هو فيها قبل كده وحيبقى فيها كمان نجاح لأنه ده الماضي اللي بنتمنى نرجع له اللي بيبقى عندنا حنين ليه فإحنا عمرنا ما بيبقى عندنا حنين لحاجة وحشة دايما الحنين للحاجات الحالة فواضح أنه في حاجة مختلفة في الزمالك السنين ده ست كؤوس السيكس أوب كافس دايما بيبقى طفل صغير وشخصية كبيرة الشخص الكبير عايز يرجع لطفولته والطفل عايز يبقى ناضج زي الكبير إذا ما كانش اللي هل ياخد الدوري شوفينا كده هل يأخذ الزمالك الدوري؟ شفت أنا أسئلتي محددة جدا برضو بيقول لا لا ما أنا بقولك أنا ممكن أبقى غلط لا الزمالك ولا الأهل الله أعلم يمكن الأهل ياخدوا ويمكن الزمالك ياخدوا أنا عارف أنه يمكن بس أنت شفت أنه مفيش زمالك الورق قال له لا أستنى يا عمر جرق تاني بتوترني يا عمر ده الشوكولاتة لسه في بقك ما توترنيش كده مش بوترك عايزة فهم بس طيب ده إيه الدب ده طيب مين عارف الظروف تتغير إزاي؟ إنما مش هياخد الدوري مين عارف الظروف تتغير إزاي؟ ما يمكن يبقى يمكن ياخدوا في الآخر يمكن يبقى برضو يحصل حاجة مختلفة إنه يبقى أنا ما بفهمش في الكورة إنه الترتيب بتاعك وإنه لا ده كده عمره ما هيوصل للدوري وإنه يحصل حاجة مختلفة في الآخر برضو فيوصل بس هو في الفترة بتاعت الدوري أصلا نادي زمالك يعني هيبقى مرتاح يعني مرتاح طيب إن شاء الله خلينا نلعب شوي هل هتحصل مصالحة بين قطر ودور الخليج؟ آه خد لأين يدك اختار لي يدك طيب أنا محتار الجديد برضو لميع هل هتحصل مصالحة بين قطر ودور الخليج؟ هتحصل مصالحة بين قطر ودور الخليج؟ أصلا هنسمع عنه وحيبقى فيه اختيارات أو شروط أو يعني هيبقى الأمر في الأول وفي الآخر راجع إنه دول الخليج تتقبل الأمر وإنه دولة قطر برضو يعني يحصل زي ما يكون فيه شروط يا عمر زي ما يكون فيه شروط لو تقبلتها كقطر هيحصل المصالحة طيالي أنا كده حتى بتكلم بلغة صحيحة يعني ففيه شروط والتفاصيل يجي في الآخر على التفاصيل؟ هيحصل؟ هيحصل في الآخر هيحصل آه لا الموضوع هياخد وقت وهياخد تفاصيل ما بين عن ساعة ما يعلم؟ كده أنت قلت حاجة جديدة لأنه موضوع إنه فيه اتصالات والآخر ده خلاص إحنا فاهمينه إنما أنت بتقولي في النهاية إنه حتحصل مصالحة في النهاية آه فيه تصالح وفيه يمكن مش بس تصالح شراكة أو تحالف أو يعني فيه حاجة فيه شيء مثمر هيحصل من الموضوع ده إيه هو وضع رجب طيب أردوغان في 2021؟ أوكي رجب ابن تنزيل أنت عارفة اسم أنت قلتهولي استنى اللي فاتت جبتهولي من الكنترول رجب ابن تنزيل وضعه أفضل شوية مش فكرة وضعه أفضل هو إن كنترول أكتر هيبقى إن كنترول أكتر آه ولكن بشكل محدود برضو يعني إيده آه يعني آه عنده حاجات كويسة هتحصل ولكن بشكل محدود آه حيبقى متأني أكتر مش هيبقى متسرع أو متهور أو مندفع وفي الآخر فيه مصالح حتى فيه مصلحة هتحصل ليه؟ سنة مش وحشة السنة دي قلت لك السنة اللي فاتت كانت قلت لك هتبقى وحشة عليه في الأواخر وإيثينك إنه كانت مش قد كده بالنسبة له النص التاني بذات من السنة آآ لا سنة دي لا هو إن كنترول آآ والله أعلم كمان يا عمر ممكن الورقة دي ممكن تكون إنه هيفقد كنترول الله أعلم الله أعلم اللي اتنين موجودين اللي اتنين موجودين آآ لأنه الورقة دي بص يعني لو الكاميرا تجيب افتحي ديك تاني عشان أردوغان يهمني أوكي طيب 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 أردوغان ركب وضعه إيه؟ طيب حيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم حيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم آآ آآ هو أستاذ في الحكاية دي يعني يتلون آآ وهيقدم فكرة إنه هو عنده اللي محتاجه الدول منه أو اللي محتاجه الناس منه مش إنه هو اللي عايز من بر يعني فكرة إنه هو مش مش متعدي على الأراضي مش متعدي على حقوق الغير مش متعدي على الدول حيحاول بقدر الإمكان يقدم نفسه بشكل مختلف يعني مش هتبقى سنعة وحشة قوي على الأردوغان على أردوغان ده خبر سيء مهم الرئيس المنتخب جو بايدن وضعه إيه في 2021 جو بايدن قال لنا نستخدم ده جو بايدن عقرب هو على فكرة عقرب وشك تغير عنده في مشاكل كتيرة قوي أصلا دايما سرعات ومشاكل وخناقاته بتبقى داخلية يعني عنده مشاكل داخلية كتير جدا حتى الورقة دي لما بتطلع لحد بيسأل عن نفسه بتبقى سرعاته أغلب سرعات نفسية فبالنسبة لرئيس أمريكا فمشاكله الداخلية هتبقى بسبب ضغوط من جوة مش من بره وده يتوافق على فكرة مع توقعات الفلك لأمريكا مش لبايدن لأنه في مشاكل كتير حيواجهها هيحس إنه محدود وإنه مقيد تخيل بقى أنه أردوغان ممكن يبقى وضعه أفضل من وضع بايدن أردوغان يبقى وضعه أفضل من وضع بايدن بايدن هتبقى عنده مشاكل كتير قوي في قسام كبير هيحصل يا عمر واضح إنه في قرار أو في حاجة هتتقال أو هتطلع هتقسم البلد هتخلي يعني هو الاحتمالات اللي بنسمعها زي ما يكون التروب يأكدها هيحصل انقسام كبير في بلد آه فيه انقسام كبير بعد قرار معين بعد قرار آه قرار هيتاخد هيعمل مشاكل كبيرة قوي ومشاكل أظن إن هي مش هتخلص أو عشان تخلص يمكن مش قبل شهر ستة مثلا مش قبل شهر ستة آه مش قبل شهر ستة أو لما يدخل المريخ الجوزاء يمكن إبريل يعني ما بين إبريل وويون ما بين إبريل وويون بسواء عنده مشاكل كبيرة هل علاقة بايدن بمصر هتبقى جيدة أو غير جيدة شفت أنا بريسايس إزاي نهارد علاقة بايدن بمصر علاقة بايدن بمصر هطلع لنا الكساتة هيته دول تسعة تسعة المرات يا أنا ربي ده الويش كارد أصلا ده اللي هو أطلب وتمنى فأنت بتسأل هل علاقة بايدن بمصر هتبقى جيدة أو غير جيدة طيب هتبقى جيدة لسه في شوية يعني شد وجذب في شد وجذب ولكن يعني وحتبتدي بالذات جيدة جدا كمان هتبتدي جيدة جدا بس فكرة تدخل أطراف تانية هو اللي ممكن يعمل شوية توطر بس هيبقى توطر محدود هتفضل على علاقات جيدة حتى لو في توطر محدود وبشكل عام يعني العنوين اللي هنشوفها لأ هتبقى عنوين جيدة مش عنوين مش عنوين ضاقطة ما بايدن انت شايفاه معلش شوفي ورق تاني برضو عشان موضوع بايدن يهمني وعلاغته بمصر طيب لو فكرة انه التخوف من انه بايدن يكمل سياسات ما قبل ترامب ده مش هيحصل مش هيبقى زي وقت أوباما لا 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 ده كان سؤالي للورق دلوقتي انه لا مش هيبقى زي قبل أوباما خالص والراجل ده قاعد معنا كتير هيعمل نفير حرب على فكرة الراجل ده قاعد معنا كتير بايدن قاعد كتير بص هو لما بيطلع ما بيقولش لا بيقول اه قاعد بس الفكرة انه الشخصية اللي هي الويشي واشي اللي هي كلمة توديها وكلمة تجيبها يعني ما رش زي ما ده ممكن ياسري على رئيس امريكا بس والأيتوفوانز كرت تشتت وكرت عشوائية وفوضى يمكن يكون السبب المشاكل اللي هتحصل اللي احنا شفناها في أول سؤال والانقسام اللي هيحصل ممكن ده يخليه مثلا ما عارفش يعني موجود ومش موجود برضه هل الكورونا حينتهي في عشرين واحد وعشرين شوفي بقى شوية ورق حلوين كده عندك وهاتي من اللي جوه حاجة كده تخديها لاخوكي وانت مروحة الكورونا حينتهي في عشرين واحد وعشرين ممكن يحجم ممكن يحجم نفس الورقة اللي هي النايتوف كوبس اللي كلمتك عنها من شوية ممكن يحجم لكن انه ينتهي لا مش حينتهي بالعكس يعني احنا يعني لسه مش بالعكس معنا كده انه يعني يعني هيبقى مقدور عليه هنوصل لحاجة قاطعة بس لسه مش دلوقتي مش في عشرين واحد وعشرين لا بص هنا يعني ممكن السنة الجاي السنة اللي هي عشرين اتنين وعشرين في عشرين اتنين وعشرين اه احتمال كبير هل في فيروسات جديدة في عشرين واحد وعشرين في عشرين واحد وعشرين طيب في شيء زلزال بركان فيروس ما سوى فلكيا اه فلكيا يعني من غير تاروه اصلا فلكيا لانه بداية اي عصر احنا بننقل يعني اقتران زحن والمشتري اللي اتكلمنا عنه في الاول بداية اي فترة زي دي بتحمل صدمات وبتحمل كوارث طبيعية وبتحمل اه فعشرين وعشرين فيها كوارث طبيعية واحد وعشرين او اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين بالذات بسبب المربع اللي بين ورانوس وزحل فممكن يحصل اه بس انا يعني رجعت شوية لقيت انه احنا الفترات اللي تقلق منها استنادي شبه سنة الف تسعمية وستين وواحد وستين انا حاولت تلاقي حاجة كنا بنعاني منها اللي هو المصائب بقى والكوارث دي مقلاص الواحد ابتدى يشوف في العالم كله انا لقيت ان احنا عندنا الوضع كان جيد ومستقر في ستين وواحد وستين وزوايا تانية وضعها وداني لسنة اواخر العشرينات واول التلاتينات لقيت ان احنا كنا في الفترة دي وضعينا كويس جدا بالعكس ده احنا كنا من اقوى الدول واقتصادنا كان اقوى اقتصاد وفيه يعني ناس في الوقت ده لغاية النهاردة فيه شوارع باسمها في مصر يعني من كتر مكانه اعلام اقتصاد وسياسة فلا الحقيقة كل ما برجع بلاقي انه احنا مش المفروض لا فحتى لو بقول انه اه ممكن يبقى فيه كوارث ممكن يبقى فيه حاجات ممكن تحصل انا انا عن نفسي مش قلقانة انه في مصر يحصل حاجة زيك فانتي بتقول انه برا في العالم فيه كوارث طبعية كبيرة لا صراحة فيه دول فيه اماكن جد هتشوف هتعاني فيه اماكن هتعاني مش بس كوارث طبعية سوري فيه اماكن هتعاني سياسان يعني فيه دول ما اسمعناش عنها انه عندها احتجاجات او اعمال شغب او حتى اعمال ارهاب هنبتدي نسمع انه الدول دي فيها امريكا هيحصل عندها احداث ضخمة جدا مفاجأة يعني فيه عمليات ارهابية تانية هتقوم في امريكا فيه احداث شغب واحتجاجات ولسه في امريكا هنشوف فيها سويد هنشوف فيها ما انا بقولك فيه دول امريكا والسويد انما انت شاف امريكا فيها ارهاب اكتر ارهاب اكتر لانه في التوقيت اللي زي امريكا ابتدت من 200 سنة ومن 200 سنة زي ما قلتلك الاقتران اللي حصل زاوية ما حصلتش من 200 سنة مع بداية امريكا من 200 سنة فبانتهاء الزاوية هتبتدي مشاكل امريكا ده غير على فكرة انه كمان ده متوافق جدا مع توقعات العرفة البلغارية بابا فانجا ناس كتير قوي بتسمع عنها ماتت دي ماتت سنة 85 يعني قريب يعني كانت معصرة وكل التنبؤات اللي قالتها في فترة حياتها كلها حصلت واللي قالتها انه هتحصل بعدين برضو كلها حصل فمن ضمن تنبؤاتها انه الرئيس ال 47 46 سوري الرئيس ال 47 هيبقى اخر رئيس للولايات المتحدة الامريكية وهي اللي توقعت او تنبأت انه في رئيس اسود من اصل افريقي هيمسك امريكا ترامب رحل ولا لسه قاعد معانا حجة بحنان ترامب رحل طيب هو رحل لكن مستمر بشكل انه هيسبب ضغوط رحل ومرحلش زي بايدن موجود ومش موجود فاكر زي ما شفنا السنة اللي فاتت انه يعني فيه ومفيش فسواء في بايدن او في ترامب اللي اتنين ده واحد حيعرف يمسكها ومش هيعرف والتاني يا رحل ومرحلش لسه احنا قاعدين مع اللي اتنين شوية اللي اتنين قاعدين معانا شوية لسه حتى لو لو ترامب ساب البيت الابيض لسه فيه ضغوط هيسببها كبيرة وحيبقى تحت الضوء يعني مش هيتخلى عنه دائرة الضوء يعني وده ايه اللي كانت بتاع ايه ده؟ التانة اللي هو حيديهم وقت صعب يعني حيديهم وقت صعب قوي هارد تايم اه وهو كمان عنده هارد تايم هيبقى بشكل متبادر بس عندهم هم بسببه هيبقى اكبر في عشرين واحد وعشرين الوضع الاقتصادي في مصر هيبقى عامل ازاي؟ اوكي ناقي بقى شوية تورق حدوين كده انا حابة لدك ده ماشي عشرين واحد وعشرين طيب مش سهل مش سهل ولكن اه عارفين انت تبقى عارف ان الحاجة صعبة بس انت متحملها عشان فيهم انك ما ينفعش تعمل غير كده فهيبقى وضع مش سهل ولكن فيه تقبل فيه فيه ارتياح بشكل عام فيه ارتياح لكن الاقتصاد الاقتصاد الساني دي وزينا زي غيرنا ده مش حاجة هتبقى جديدة عندنا واحنا على فكرة هنبقى عاملين كنترول اكتر من غير يعني ده انت بتسألني على مصر بس انا بحاول عشان افهم اكتر بحاول اوسع المجال بتاع الورق فانه ده وضع حيكون موجود ولكن لفترة مؤقتة وزي زينا زي غيرنا يعني زينا زي دول تانية وفي نفس الوقت ده احنا حتى في الوضع الضاغت ده احنا هنبقى عاملين كنترول اكبر عليه اكتر من دول تاني انما في وضع ضاغت اقتصاديا في وضع ضاغت الى حد المه بس الناس مش هتعاني عشان بس محدش يلا انا صاحبة الورقة دي على نية الناس هتعاني الورقة بتقولي لا اللي هم التمن كوس الناس هتعاني لا الناس مش هتعاني مقدور علي مقدور علي على فكرة ده العادي بتاع مصر عمر يعني مصر فيها فقر زيها زي اي دولة بس مصر مثلا مش هيبقى فيها جوع احنا هنشوف دول فيها جوع التوابير اللي شفناها في امريكا السنة اللي فاتت هيبقى فيه اكتر منها في امريكا وفي دول تانية فيه جوع هيحصل فيه جوع في بلاد كتير هنشوفه التوابير دي هنشوفه مش جوع بالمعنى الحرفي لقلة موارد الناس هتتكالب على انه عايزين موارد عايزين غذاء مش هيبقى فيه غذاء مش هيبقى فيه موارد في دولة كتير هتعاني جامد مش في عشرين واحد وعشرين بدءا من عشرين واحد وعشرين وبالنسبة لهم كمان ابتدت المعاناة من عشرين عشرين وممكن تستمر يعني عشرين عشرين دي كانت البداية بس معاهم عمر دياب في عشرين واحد وعشرين حيبعمل ازاي عمر لا انا غير الدكة بقى غير الهضبة الدكة حلو طبعا ناخد الدكة الكبيرة البرق الكبير بقلك كبيرة طبعا عمر دياب كويس وعنده نجاحات عمر فاهم هو بيعمل ايه؟ عمر دياب فاهم هو بيعمل ايه؟ هو فاهم هو بيعمل ايه؟ كويس يمكن مش من اول السنة لكن بعد كده هنشوف هنشوف متقلق وهنشوف وناجح كالعادة نعم متقلق وناجح بس يمكن مش من اول السنة مش من اول السنة اه هاخد وقت شوي وهيبقى حريس اكتر على اخباره وعلى اسراره وانا اي تنك ان هو كان برج الميزان اللي انا حذرته من ده في الابراج تيقلي كان هو فهو يعني هيبقى حريس اكتر على اخباره وعلى اسراره عنده ناجحات كالعادة ربنا يحمي يا رب حتستمر الاسئلة ونفتح التارون ونطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وعلشان بس الناس اللي قاعدة بتبعد يقولك يعني معقولك يا انت خسرا ايه يا اخي احنا عملنا استنرفات او لا بي ايه اخر 15 سنة كله بنعمل الموضوع ده بيش مشكلة ادينا بنتسلى ودينا بنشوف وجايز يعني نفهم شوية الحياة ايه اللي بيجرى فيها ولسه عندنا اسئلة كثيرة مع بسند بتختن بظهور لقاح للفيروس وده شيء مباشر جدا ورغم كل ده الا ان الناس ما نسيتش اجواء اللي احتفال بالعام الجديد خد لك لفه في شوارع مصر هتشوف الزينة في كل مكان ميادين كتير جدا في التجمع الخامس علاقة زينة وانوار واجراس وشجر كريسمس وكل المولات والكافيهات مع علاقة زينة حتى المجمعات السكنية كل واحد فيهم مزين مدخله والميادين المقابلة ليه اجواء مبهجة لكل اللي بيعادي قصادها ويشوفها بس مع الاسف مش كل الناس كانت ملتزمة بالاجراءات الاحترازية في اللي لابس كمامة واللي مش حاطت الموضوع في دماغه اصلا اما في الشيخ زايد في اماكن كتير جدا هتعيشك اجواء الاحتفال حضائق ومولات كلهم معلقين زينة واشجار كريسمس عملاقة حتى سانتا كلوز اعملو له بيت عشان الناس تتصور فيه وفي شبرة هتشوف الزينة في شوارع كتير وميادين مختلفة زي مداني الخلافاء وفي وسط البلد هتستمتع في المباني التاريخية وزينة الكريسمس موجودة في اماكن كتير كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله السنة الجديدة تكون سعيدة علينا كلنا محمد علي الحكاية نرجع مرة تانية نسأل في ورق التارو وبين الفاصل شفت الأرقام النهاردة قفزة في الوفيات لأول مرة نشوف ستين أو واحد وستين وفاء والإصابات 1359 هل هتزيد إصابات الكورونا في مصر كثيرا؟ اه كتير قعد ان توشك تقلب كتير قوي والوفيات 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 حتزيد قعد ان تزعلانة جدا محبتش الورق خالص محبتيش الورق لازم يعني ورقة الامبراطور تعني الالتزام والامبراطور بيبقى شخص ملتزم تجاه الرعية الامبراطور لازم يفرد قيود الامبراطور لازم يتحمل المسؤولية فكل شخص هو امبراطور نفسه لازم يلتزم لازم يلتزم ما اعتمدش على الأخرين اه للأسف والوفيات حتزيد اصلا كرت الجارجمنت انا دخلته اه الورقتين ما حبتهمش كتير ما حبتهمش وبشكل مفاجئ يعني بشكل مفاجئ هتزيد بشكل مفاجئ الوضع في لبنان هل هيبقى في حكومة يعملها سعد الحريري يعني هل في 2021 في لبنان الدنيا هتحسن طيب مش سنة سهلة 2021 ويمكن كل حاجات يعني الاتفاقات تتغير الحاجات اللي حصل الانجازات اللي هيوصلوا لها في آخر وقت تتغير بسبب أسباب تانية يمكن يعني في عشر لاحظة يغير رأيهم اه اه هو 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 اه هو أصلا عايز اشكر الحكومة اه ما عارفش بس هو ممكن يرجع في كلامه ومصلا يرجع في كلام الله أعلم ما عارف انا عارف ان الله أعلم انا مايش في السياسة انا مايش في السياسة ايو انا فاهم فانا عشان كده مش عارفة اعبر عن الورق بيقوله لانه انا مش فاهمة حوالين الموضوع في ايه لكن اللي انا شايفها دلوقتي انت كان سؤالك هل سعد الحريري هيشكل حكومة في لبنان او الورقة بتقول لا او لازم يحصل توافق او لازم يحصل شيء من التنازلات او لازم يحصل شيء من يعني دمج حاجة معينة او فصل حاجة عن حاجة لازم لو ده حصل وده عشان يحصل ده وقت صعب جدا وحيبقى كل مشاكل وفي مواجهات وفي في ظروف تانية حتستجد اصلا فعلى ما كل الظروف دي تحصل لو فضل هو متمسك ان هو يعمل الحكومة ممكن يعملها ولكن هتبقى يعني بشكل ضاغط اكبر من دلوقتي اخبار محمد انت لها سألتك النهاردة كلها الورق مش عاية يعني ما بيردش عليها اجابات كده فيها هل محمد صلاح هيسيب ليفر بول مص حتى لو مش هيسيب في عرض تاني قوي بنفس قوة ليفر بول لازم ايتقال بس خليني ارد على سؤالك هل محمد صلاح هيسيب ليفر بول هو كده كده هيسيب ليفر بول اجلا او عاجلا هيسيب ليفر بول الحاجة اقوى هيسيب ليفر بول لو مش السنة دي يبقى بعدها بس هو بكل الاحوال هيسيب ليفر بول بكل الاحوال هيمشي اه فيها في عروض بس يمكن مش هيمشي بسبب العروض يعني العروض مش هي السبب اللي يخلي يمشي ايبقى زعلان متجايل المدرب اه عنده حاجة مش العروض فيه وضع حيتغير كمان اه غالبا موضوع انه ممكن يبقى زعلان او يعني عنده مشاكل او كده ممكن او مش مرتاح على الاقل يبقى مش مرتاح انما هو في كل الاحوال هيسيب ليفر بول وعلى فكرة ده بنف ورقه من السنة اللي فاتت اصلا لما تسألت علي لما انت سألتني وانا كنت شايفة نقل عنده فما حصلتش يعني مش معنى ان الحاجة الحاجة يا عمر مدام الكلام التوقع طلع من كروت الترو فبيفضل قائم مدام ما فيش تغيير جزري حصل يمنع احتمال حدوث التوقع ده مدام ما فيش تغيير جزري حصل ايفضل التوقع قائم الناس في 20-21 هيجي لها فلوس اكتر انا بخف الباصة دي انا بخف الباصة دي الباصة الكن دي بتخوفني اوي هيجي لها فلوس اكتر من 20-20 ولا قال طيب الناس الرزق الرزق في 20-21 طيب فيه رزق فيه رزق إن شاء الله فيه رزق ده مين الراجل ده ده الأيس أوف بنتيكلز حاجة كده عاملة زي الكينج أوف بنتيكلز لما بنسأل على الرزق وعلى الفلقيل بس موجود موجود أقولها لك إزاي أقولها لك إزاي ممكن يكون فيه قرارات تخص الرزق الناس أصلا الخير والبركة يعني كارت الإمبراطورة كارت الخير كارت الأم الحنونة اللي بتراعي فإنت بتسأل عن رزق الناس النايت آف وانز بيقول إنه حركة سريعة السيف مرفوع عنده استعداد إنه ياخد قرار حاسم إنه يعمل نقلة مهمة ففيه نقلة فيه قرار فيه فيه حاجة حتحصل حتسبب إنه رزق الناس يعني إيه بقى مردي إيه الوضع في قطر عشرين وواحد وعشرين أوكي ترجمة نانسي قنقر ده كل ده فيه تصالح مع دولتين إنت سألتيني على الإمارات بس واضح إنه هما دولتين مش دولة واحدة هيتصالحوا مع دولتين دولتين ويمكن تلاتة الله أعلم بس يعني فيه دولتين فيه تصالح مع دولتين والورق بيقول إنه المفروض إن الكلام ده قريدي يعني مطروح مش مش حاجة أنا بقولها بس مش مش سهل الموضوع مش سهل الموضوع لست فيه كلام يعني يا الله يا الله لو كذا هيبقى كذا هل هنشوف حلل سد النهضة في عشرين وواحد وعشرين أوكي هاتي ورقتين بقى كويس عايز ورقتين مضمون الورق القديم ده هيبقى نشوف حلل سد النهضة في عشرين لكن نفس الورقة دي اللي قلتلك بنسأل السؤال لا لسه شوية لسه شوية في واحد وعشرين مفيش مش واحد وعشرين مفيش حل لسل النهضة وفلكيا اتماتشس فلكيا لأنه أصلا سد النهضة ابتدت مشكلته في 2012 لما الكوكب نبتن دخل الحود ونبتن مش هيخرج من الحود إلا كمان شوية يعني فأعتين كنو قبل ما يخرج على طول أو بمجرد ما يخرج هتتحل مشكلة سد النهضة مش دلوقتي خالص مش دلوقتي مش دلوقتي هل حيبة فيه أي مشكلة مية في مصر لأ مفيش مشكلة مية فيه لأ جاهز في الزمالك بس بقى فيه مشكلة مية تحب نجرب نسأل على الزمالك تاني لأ مش نادي الزمالك منطقة الزمالك كان فيها مشكلة كتير كتبين لي وبعتين لي بيقول لك طب لو الأعلي ما خادش الدور أو الزمالك ممكن يبقى بيريمدز هل بيريمدز بيريمدز نادي بيريمدز حياخد أنا مش شوية طلق حكيت لك على لما كنا بنسأل عن رزق الناس وقلت لك إنه مدام الورقة دي تطلع فعلامة كويسة على السؤال فالأيس حظه حين والسنة دي أو طبعا ليه لا أو مش سهل بس حظه موجود وارد أنه يحصل يعني أنا الورقة دي تخليني أرجح كافة بيريمدز أكثر من الأهلي والزمالك يعني أفضل من ورق الأهلي ومن ورق الزمالك طب كميلي كده شوفي عجبك الكلام بيريمدز وماله بيريمدز ياخد الدوري ليه لا إيه المانع شوفي كده أشوف إيه تاني عايز تسأل بيريمدز لسه كميلي بيريمدز يا ورقة واحدة يعني بيريمدز تبقى ورقة واحدة والأهلي نزلت عشرين ورقة طيب نقول إيه على بيريمدز طيب فين السؤال هياخد الدوري بدل الأهلي والزمالك طب إحنا سألنا وقلت لك آه قلت لك احتمال كبير بورقة واحدة أيها ورقة واحدة بس كفاية طب إيه التاني على بيريمدز والله وضع كويس جدا مزدهر أصلا ويعني مشاكله كلام مشاكله كلام وبس يعني لا بالعكس ده في حاجة كويسة والأيسوف بكابس كمان طالع ده كل الورق كويس آه آه بالعكس النجمه هيعلى اسمه هيعلى كمان يعني كل الورق بصراحة الورق إيجابي إن شاء الله يا ربي يعني ليبيا هتستقر في عشرين واحد وعشرين أوكي ليبيا ليبيا هتستقر عشرين بدايات استقرار الايسوف سول بدايات استقرار والنايت برضو اللي هو اللي قلت لك آه أو لا ففي بدايات استقرار بدايات آه بدايات استقرار بس ما فيش حاجة مش استقرار حقيقي لكن بدايات استقرار اللي هو إيه في حاجات بتحصل على مضد يعني فيم وارد إنه هي في أي لحظة تتغير أو الحال يتبدل أو يتقلب أو الكلام حاجة والوقع حاجة تانية مدرب الآلي موسيماني مكمل في الآلي في عشرين واحد وعشرين ولا حب عنده مشاكل يا كريم يا رب طيب موسيماني موسيماني مكمل في الآلي مكمل وعنده مشاكل ايه؟ مكمل وعنده مشاكل مكمل وعنده مشاكل في عقده مثلا بتجدد كل سنتين أو حاجة ممكن أخبره إيه سنتين منتخب مصر أخبره إيه سنتين طيب منتخب مصر كويس كويس موسطلت كويس منتخب مصر كويس كويس واحد وعشرين أخبره إيه طيب عندها تغيير هتعملو هاي اللي هتعملو في حاجة مش مريحة أو في حد مش مريحة في وضع مش مريح بالنسبة له بس مش قادرة لسه تاخد فيه قرار حاسم واضح إن هي هتاخد قرار حاسم وحتنفزه أو هتعلنه وشكل علني أصلا بشكل عام وحاجة حصلت قبل كده هترجع تتكرر تاني بداية مش سهلة بس هترجع الوضع حيبق أفضل بعدين يعني كل ما استنى هتتقدم كل ما هي وضعها هيبقى أفضل لكن في الأول لا عندها ضغوط في الأول عندها ضغوط فنانة أنغام ورقها كويس عندها استقرار في قرارات برضو هتاخدها وحتعملها قرارات مش سهلة لا عليها ولا على اللي حواليها ولكن هتبقى المصلحتها والمصلحت اللي حواليها عندها ممكن يكون نقلة من بيت أو بيت جديد بيت جديد ووارد إن هو يكون مرتبط بمشوار أو بمكان بعيد أو بصفر عندها طاقة حماية عموما عندها طاقة حماية عندها طاقة حماية حتى يعني الورقتين دول بيقولوا إنه هي ذهنها حاضر قراراتها في محلها ما بين في الأول وفي الآخر يعني بتاخد قرارات مناسبة في توقيتات مناسبة ما فيش مشاكل هتحصل أو يعني هي مش هتعمل مشاكل مش هتحط نفسها في مشاكل سؤالي الأخير وده مهم بالنسبة لي هل في عشرين واحد وعشرين هنشوف أي مصائب أو أي كوارث تماثل مرأة هناك في عشرين وعشرين طيب والله لا تماثل لا نحن ممكن نشوف حاجة بس مش تماثل اللي شفناه ونصها مثلا وعشرين وعشرين ما نصها برضو مش عايزينها مش كوارث والله ما فيش كوارث لا مش كوارث وأي حاجة هتحصل هتحصل بشكل بسيط وبشكل محدود وبشكل محتوى ويعني يعني سنة حلوة جميلة سنة كويسة إن شاء الله بإذن الله وده متوفق جدا مع كل الكلام اللي أنا قلتهولك عن مصر لما تكلمنا يعني الورق الورق مش مدايقني مش قلقني آه في شوية حاجات ممكن تحصل أي أن كان اللي هيحصل إيه هيبقى حاجات محدودة وملمومة under control under control بالعكس ده أنا شايفة والله حاجات كويسة كمان هتحصل في حاجات كويسة جدا هتحصل أنا بشكرك شكرا جزيلا مرسي أنا اللي بشكرك بنشوفك من السنة للسنة بس بسعد بيكي ساعات كده في نص السنة ببعا عايزين نعمل ملحق ونعمل كمالة زي ما بيقولوا بنكون سعداء جدا شكرا لك مرسيلي شكرا على الشوكولاتة أهنا لكل السنة وأنت طي أخبار كلها لطيفة حلوة إلى حد كبير ربنا يسهل وكله يبقى كويس إن شاء الله إن شاء الله ربنا يقرب الخير ويهي بعد الشر يا رب أنا مش هزعل لو أنا طلعت غلط مش هزعل أبدا حزعل قوي لو فيه حاجة أي حاجة وحشة حصل لا إن شاء الله فالوحش ربنا يخيب ظني فيه والحلوة ربنا يقرب أكي شكرا لك مرسيليك بشكركم شكرا جزيلا واشوف حضراتكم إن شاء الله